إحنا معظمنا بيبقى خايف ياخد أي حاجة لأنه هو مش عاوز ياخد أدوية لأنه فيه أدوية زي ما هيك عارفة بتأثر على المخ أو بتلعب على المخ فإحنا مش عاوزين نلجأ للحاجات دي إحنا فيه ناس يعني عايزة تلجأ لحاجات طبيعية وتبقى أمان بالنسبة لها وراحة نفسية حاجة مضمونة حاجة مرخصة حاجة أنا عارفة أنها روح لقيها في الصيدلية حاجة كل الناس تسمع عنه في الحالة زي بقى تفضلي إيه أو تنصحينها بإيه تمام أول حاجة أنا لو حبيت أعمل رجيم خلاص أنا قررت النهاردة أن أنا هعمل رجيم تمام يبقى أول حاجة هعملها أن أنا هبتدي أزود الخضروات في أكلي كويس أبتدي أزود الفواكه اللي هي مسموحة مع الرجيم مش كل الفواكه مسموحة على فكرة في حاجات مش مسموحة خالص زي العنب وكده الحاجات اللي فيها جلوكوز والسكر عالي وكده أزود البروتين يعني أزود الفراخ المشوية ودايما أنا بلاحظ حظيك بتعملي دايما حلقاتك بتراعي قوي الحتة دي بتقول الحتة دي فيها ضايت الحتة دي بركز فيها فناخد بالنا أن احنا مثلا نزود إيه الدهون نقلل الدهون ونقلل النشويات ونزود البروتين عشان أعرابي عضلات تمام تمام ونزود قولنا الخضروات وأشرب ميا كتير وتمشى وروح جيم أمارس رياضة ملاش أعود على طول اللي متخن ولادنا واللي متخن الشباب واللي متخن كل الناس وخليهم دخلوا في سمنا القاعدة قدام التليفزيون والفشار والبطاطس المحمرة والموبايلات وكده يسرحوا مع فيلم يخش فيلم يخلص فيلم وهكذا تلاقي نفسك خلاص ده كده انتهى طيب تاني حاجة أنا عملت كل ده وما نفعش طبعا أول حاجة بشوف تحاليل معينة زي فيتامين ديل الغضة الدراقية الحاجات دي كلها مهمة جدا عشان لو فيها خلل بتعمل لي مشاكل برضو وممكن تسبب سمنا طيب ايه بعد كده عملنا كل ده وما نفعش لا نلجأ بقى الحاجات منتجات تكون طبيعية مكونة من ألياف لحيث أننا ما بقاش خايفة على نفسي وأنا بخدها لا تعمل لي حاجة في المخ ولا تعمل لي ضرر في حاجة في الجسمي لا في الكلا ولا في الكبد ولا أي حاجة واشتغل عليها وما بقاش خايفة إن شاء الله لو مشيت عليها سنين ما فيش أي ضرر بس المهم بأننا متأمنة بالضبط وده زي إيه بقى زي حاجة اسمها البستا بستا بي اي اس تي اي فبستا يعني هي جاي من بست وعليها دلع في الآخر بستا يعني حلو نرفز الاسم البستا دوت منتج طبيعي مكون من ثلاث ألياف رئيسية اللي هم السيليم وردة الأمح والشوفين زي ما حديك شايفها على الشاشة فهو الثلاث ألياف دول دي ألياف طبيعية تماما ووظفتها إن هي بتنظم الهضم وتسهل عملية الهضم بحيث إن ما يبقاش فيه امساك ما يعملش مشاكل أيوة ما يبقاش فيه سموم مخزونة في جسمي كل ما كانت عندي سموم في جسمي كل ما حصلت مشكلة وما قدرتش غسي يعني طيب تمام يبقى الثلاث ألياف دول طبيعية ألياف غزائية طبيعية أهم حاجة فيها إن هي بتنظم الهضم وتنظم لعملية الهضم والشهية طيب إزاي الشهية كمان عن طريق إنها بتملى في البطن وتنفش فتعمل لي إحساس بالشبع كويس وهي طبيعية هي غزة هي أصلا غزة أما هي مفيدة إذن هي مفيدة أصلا وعليها كمان حاجات بقى مش بس الألياف دول أنا شايفة فيتامين سي وشايفة حاجات تانية لأ دعليها حاجات كتير قوي الأهم حاجات بقى عليها إضافة اللي هي الكروميوم الكروميوم دوت طبعا مركب مهم جدا بالنسبة 500 ميلي جرام موجود في المركب ده ده بيعمل إيه ده بيحرق النشويات فأنا دلوقتي تلاقي دايما الستات تقولك إيه معلش يا دكتور أصلا الحرق عندي قليل ليه أصلا السن أصلا قطعت الطمس أصلا مش عارف إيه الحاجات اللي فيها مشاكل في الحرق طبعا ده بيساعدة جدا طب الشباب اللي ما بيتحركوش ما بيعملوش رياضة عندهم إصابة فردي واحد رياضي وعنده إصابة ياخد الباستة طبعا لأنه هو هيساعده في الحفاظ على وزنه بحيث لما يرجع يلعب ما يبقاش أنه هو إيه مضبوط تخن وزيد وممكن ده مستقبله وكله ممكن يصال له مشكلة ده الكروميوم بيزود الحرق بيحرق النشويات بيخلي تستخدم في الطاقة إن النشويات لما تتحرق تستخدم في الطاقة ويحرق كمان الدهون يبقى كده أنا الكروميوم ده أول واحد بعد كده فيتامين سي ده ممتاز ده 30 ميلي جرام طبعا ده مهم جدا لأنه بيعزز برضه المناعة ده إحنا أصلا في العادي ما بنخدوش بالزبط فإحنا مهم جدا فيتامين سي بالنسبة اللي موجودة ده ممتازة بتعمل إيه؟ ده بتعمل تفتيت للدهون كويس بتساعد في تفتيت الدهون يبقى إذن فيتامين سي مش محطوط كده يعني إنه هو حاجة فيتامين والسلام لا كل حاجة محطوطة بنسب معروفة لي وليه هدف